بعد الصمت الذي خيم على المشهد الروسي غدات الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ في شمال البلاد اعترفت موسكو بالطابع النووي للانفجار وكالة روساطوم الروسية النووية أوضحت في بيان أن خمسة من موظفيها قتلوا في الانفجار موضحة أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجراح ناجمة عن تعرضهم لحروق أثناء تقديمها الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ وكانت وزارة الدفاع الروسية اكتفت بالقول أن الحادث وقع خلال القيام بتجربة محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل السرطات الروسية لم تنشر حتى الآن سوى القليل من التفاصيل عن الحادث في قاعدة نيو نوسكا التي افتتحت في العام 1954 والمتخصصة في اختبار الصواريخ للأسطول الروسي وتجرى فيها تجارب حول الصواريخ الباليستية في حين كشف مسؤول في الدفاع المدني الروسي بأن مستوى الإشعاع ارتفع على 2 ميكرو سيفيرت في الساعة لمدة 30 دقيقة مجيرا إلى أن الحد الأقصى المقبول للتعرض للنشاط النووي هو 0.6% ميكرو سيفيرت في الساعة هذه الحادثة أعز التذكير بكارثة تشيرنوبل عام 1986 عندما انفجرت إحدى المفاعلات الأربع لمدينة تشيرنوبل التي كانت آنذاك تابعا للتحاد السوفيتي مخالفة آلاف القتلى والجرحة وتم تصنيفها كأكبر كارثة نووية شهدها العالم حيث أخفت روسيا الخبر لفترة قبل أن تظهر غيمة نووية فوق أوروبا شكرا